لأن الذين أرادوا أن يقتلوه ماتوا فقام يوسف وأخذ الطفل وأمه ورجع إلى أرض إسرائيل ولكن أيضا عندما سمع يوسف أن أرخليوس يملك على اليهودية وهو ابنه لهيرودوس الشرير فخاف أن يذهب إليها يعني ماريوسف هون إخوتين ما قال يلا هيدا ابن الله الله بده يحمينا يلا بقوم بيأخدو كان خايف عليه خوف البي الحقيقة عبيحضنه سمع أنه ابنه لهيرودوس عبيحكم لا بلا ما أرجع أنا عم حلم عبيح شوفوا هالهالهالعاطفي كيف حضنه للطفل وطبعا الطفل كان شايف كل شيء وعارف مين ماريوسف اللي عبيح منه ويحميه خاف وخباه وأنظروا الله كمان بالحلم فلجأ ماريوسف إلى الجليل ولجأ إلى مدينة اسمها الناصرة وسكن فيها كمان ليتم كما قال النبي يدعى ناصريا ما في شيء عند الله هيك ما في شيء بالصدفة ما في شيء اسمه لك كيف صارت معي ما في شيء اسمه نحنا بالصدفة هيدا صارت معي لا في شيء اسمه قد ما الله بيحبني هيدا العمل صار لأنه الله هالقد بيحبني نجاني هون وهون وهون وأرسل لي ناس تساعدني هيدا هو الله هيدا هو يسوع هيدا هي العدرة هيدا ماريوسف هيدا العائلة المقدسة هكي بيشتغلوا وهكي المطلوب مننا نحنا نشتغل بإرادتنا مش إنه لأنه نحنا يا خيي إنه آآ متل ما بدك يا رب عن عتم لا الرب ولا مرة طلب مننا يسوع إنه ننتحر فيه فكريا ولا مرة شو الانتحار الفكري يعني إنه أنا آآ بصدق عتم خلص متل ما بدك يا أخي ما هو خلقني هلأ خلينا نشوف شو ما نعمل منمشي ما أنا ماني مسير أنا إنسان حر الله خلق لإرادة حرة بإرادة الحرة مريم قالت نعم وإلا كانت هي مسيرة وإجاء الأمر الإلهي متل ما بده آآ الله بسيرنا متل ما كان لا بإرادة الحرة قالت نعم مريم العدرة وبإرادته الحرة ماريوسف قال نعم يا رب وأخذ مريم وجابة لعنده وهي وحب لي لأنه صدق الله هل ما إحنا اليوم عم نصدق الله متل ما ماريوسف صدقه لأله هل نحن اليوم عم نصدق كل الإشارات اللي بيبعث لنا إياها الله إن كان نحن نايمين وإن كان نحن وعايشين وشايفين شو في قدامنا عم ترقبوا شيء أوقات الأحلام اللي بتصير معكم الرؤية اللي ممكن الله يعطيكم إياها الناس اللي قدامكم اللي الله بيرسلوا حتى يكونوا معكم هل عم تصدقوا الله هاي العائلة المقدسة العائلة المقدسة كانت تعمل مشيئة الله لأنه عم تصدق شو الله عم يقلها هيدا هي مشيئة الله أنه نصدق الله شو عبيلنا مش أنه نحن نمشي لأنه يا لطيف نحن معطرين ومساكين والله هيك رأيت أنه تصير لا الله لا يجرب الإنسان ما بيعمل شرم على الإنسان الشرير الذي يجرب والله الذي يشفي ويساعد تكون تنتبهوا منيح لهيدا الأمور وهذا هو إنجيل الرب نحن من إنجيل الرب نتكلم إذن أخوتي